كشفت تقارير إعلامية فرنسية مستجدا في قضية المستقبل الدولي للنجم الصاعد ريان شرقي الذي باث من بين أهم الأهداف التي يسعى لتحقيقها المنتخب الجزائري وبحسب ما كشفته صحيفة لوباريزيان فإن لاعب نادي أولمبيك ليون الفرنسي ريان شرقي لا ينوي اللعب حاليا في صفوف المنتخب الجزائري رغم وجوده ضمن اهتمامات الناخب الوطني جمال بالماضي وأكدت الصحيفة الفرنسية أن شرقي لن يسير في الطريق الذي اختارها مواطنه حسام عوار الذي انقلب نهائيا على المنتخب الفرنسي ويفضل نجم نادي أولمبيك ليون مواصلة مشواره الدولي حاليا مع المنتخب الفرنسي بحسب صحيفة لوباريزيان علما أنه سيخوض بشكل كبير نهائيات يورو الشباب خلال الصيف المقبل ومن المرجح أن يتأجل ظهور صاحب 19 عاما بقميص منتخبي بلده الأصل الجزائر حتى ولو رغب في ذلك مستقبلا بما أنه يصر على المشاركة رفقة كتيبة الديكا في أولمبياد باريز صيف 2024 وفي حال ما صحت تسريبات الصحيفة الفرنسية داسها فإن الناخب الوطني جمال بالماضي ومعه هيئة الفاف مضطرا لغلق ملف راين شرقي مؤقتا في انتظار اقتناص فرصة إقناعه باللعب للجزائر مستقبلا وبات متوسط الميدان الهجومي صاحب الأصول الجزائرية من جهة أمه ضمن دائرة صراع ثلاثة منتخبات حسب ما أكدته تقارير إعلامي عدة وأشارت تلك التقارير إلى أن الفرنسيين لا يريدون تضيعه مثل ما حدث مع نجوم صاعضين يتقدمهم بدر الدين البعناني بالإضافة إلى إصرار الجزائريين على جلبه علما أنه محل اهتمام الإيطاليين أيضا